دكتور الواقع التعليمي في حلحول ومحيط حلحول ما بعرف إذا يعني في مديرية تربع وتعليم في مدارس كفاية في دوام مسائي دوام صباحي القدس المفتوحة عودتنا أن يكون لها مراكز في معظم المناطق إلى الآن لا يوجد كلية أو جامعة عدة يعني كلية العروب التي تتجه لأن تصبح جامعة وقد تصبح في المرمى بعد ذلك إذا ما تم اتخاذ القرار بتحويل منطقة حلحول إلى محافظة تحدثنا أكثر عن الواقع التعليمي الابتدائي والمدرسي والجامي نعم فيما يخص الواقع التعليم بشكل عام في مدينة حلحول ونسبة الإقبال عموما في مدينة حلحول على التعليم كبيرة جدا وأنتم تلحظون ذلك بالتأكيد يعني نحن في بلدية حلحول لدينا لجنة تسمى لجنة المعارف وهناك أيضا ضريبة هي ضريبة المعارف تجبع من المواطنين ريعها جميعهم للمدارس والإعمارها والمتابعة معها لدينا موظفين فقط مختصين في الزيارات اليومية والمتابعة مع الزملاء في التربية والتعليم يوجد لدينا مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل بالتأكيد مع التربية والتعليم ومع جميع المدارس ونحن نقف على احتياجاتهم بشكل يومي ونتابعها هذا فيما يخص موضوع لجنة المعارف الموجودة والمدردية طبعا والتحضيرات جارية لهذا الموضوع وأيضا لدينا في المجلس البلدي من خلال اللجان العديدة الموجودة في المجلس البلدي لدينا أكثر من عشر لجان إحدى هذه اللجان لأجنة المعارف وأيضا هي مختصة بشكل كامل في الموضوع التعليمي في موضوع المدارس هنا دعني أن أكون منصفا أن نوجه التحية من خلالكم من خلال هذا الصوت لأهالي مدينة حلحول الذين يتضافرون بشكل دائم وبشكل ذاتي لبناء المدارس نحن نقوم بشراء الأرض بناء المدرسة وتجهيزها وتسليمها للتربية والتعليم وهناك مثال حي على ذلك مدرسة أبو عبيدة وهي مدرسة تم شراء الأرض بالتعاون ما بين البلدية ولجنة شراء المدارس ولجنة بناء المدارس قمنا بشراء قطعة الأرض أكثر من مائة ألف دينار وهذه المدرسة تم شراءها قبل عدة أشهر اليوم تم صقف الطابق الثاني سنقوم قريبا بتشطيبها إن شاء الله وتسليمها للتربية والتعليم الحمد لله بجهود أهل الخير من أهالي حلحول والمناطق المحيطة أيضا لا يوجد لدينا أي دوام مسائف حلحول جميل والوضع فيما يخص المدارس هو وضع مستقر ورائع بامتياز ولكن بجهود ذاتية عظيم بتضافر جهود ذاتية هذا مشروع المدرسة شارف على الانتهاء أغلب المدارس وضحها جيد والحمد لله المتابعة مستمرة معهم وأهم شيء لا يوجد دوام مسائي لا يوجد أي صف يقوم بدوام مسائي وإن شاء الله مستمرين في الاهتمام في هذا الجانب المهم بالسلوك والعمل والخطط والتعاون مع جميع الأطراف الشركة جامعيا دكتور يعني جامعيا أعتقد أنه في الفترة القادمة من الضرورة القصوى أن يكون هناك كلية أو جامعة في هذه المنطقة أنا سمعت خبر غير رسمي ومن جهة غير رسمية أيضا بأن هناك مستثمر كبير جدا يبحث عن إمكانية إقامة جامعة خاصة في منطقة حلحول لأهالي محافظة أرخليل جميعا هذا خبر يعني ذاتي يعني هذا غير رسمي هذا الكلام هل أنه في أي معتيات لهذا الموضوع يعني ليس لنكون واضحين ليس لدي معلومات واضحة عن هذه المسألة ولكن يعني نحن نشجع وندعم أي استثمار يعود بالنفع على الناس ولكن ما نتمنىه بشكل مواضح أن يكون هناك مؤسسة أو جهة تعليمية دراسات عليا حكومية عظيم لماذا؟ لأن أنت تعلم الواقع الاقتصادي لشعبنا الفلسطيني أغلب أبناء شعبنا والعائلات الفلسطينية دخلهم محدود وهم بحاجة بالضرورة إلى الدعم الحكومي سواء في الصحة أو في التعليم أو في جميع الأمور فنحن نتمنى أن يكون هناك أولا استنهاض وتحويل كلية العروب التقنية إلى جامعة وهذه الكلية ذات التاريخ العريق وهي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام وأيضا أن يكون هناك مراكز تعليمية على مستوى كليات وجامعات بشكل أكبر ونحن بالمناسبة لدينا فيها الحول مركز التدريب المهني يعني عندما يذكر التعليم يجب أن نذكر مركز التدريب المهني مركز التدريب المهني هذا مركز ضخم جدا وكبير جدا وحسب ما تحدثنا مع العديد من الأطراف ومنهم وزير العمل وزير العمل قبل فترة هو من المراكز الوحيدة على مستوى فلسطين هذا المركز هناك خطة لاستنهاضه مع جميع الأطراف الشركة يقوم باستيعاب عدد كبير من الطلبة هو مشروع حيوي وحساس يعمل إضافة نوعية لمنطقة شمال الخليل والمحافظة الخليل بشكل عام وتحديدا أن لدينا نقص كبير في الجانب الحرفي والمهني عنا فائض أكاديميا ونقص في الأمور المهنية حسب الإحصائيات الأخيرة الاتجاه في فلسطين نحو التعليم المهني لا يتعدى 3% ونحن بحاجة إلى ما يعادل 50% فهناك فجوة كبيرة هذا من المراكز المهمة الذي يسهم في تقليص هذه الفجوة ونتمنى بوجود كلية العروب ووجود مركز التدريب المهني ووجود جامعات وكليات مستقبلا في المنطقة أن تكون حاضنة للعملية التعليمية بشكل مميز